ملحبا برج السرطان أهلا بكم في قراءتكم العاطفية قراءة رح تصلحك الطالع الشمسي وأيضا القمري ننتدي أول شيء ببرج السرطان ما الذي ينتظرك في الأسابيع القادمة مع الشريك طاقة الشريك أو الحبيب الطاقة العامة للشريك وعندنا الكارتات اللي يتفرعون برج السرطان أو الكارت عندك أو الطاقة العامة الخماسيين كأنما هني قاعدة أشوفك على وشك الخروج من وضع والدخول في وضع جديد ولكن الجميل في هاي الكارت حق طاقتك هالشهر إن خروجك رح يكون انسيابي مو خروج مفاجئ مو خروج بطريقة أن تتخلى عن كل شيء قديم لا بالعكس كأنما أنت تدخل في شخصية جديدة لك قاعد تتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة ولكن أنت كمان كإنسان قاعد تتغير قاعد تتطور قاعد تنمو والتغيير صير انسيابي لأن شوف هذا الشخص يوازن نفسه على الخماسي القديم فأثناء ما هو متوجه إلى الخماسي الجديد طاقة جدا جميلة مع الشريك خلنشوف كيف الشريك رح يقابل طاقتك أربعة الأكواب أوكي لأن الشريك هني كأنما متعود أنه دائما أنت اللي تبادر أنت اللي تعرض عليه شوف أربعة أكواب معناته صار في نمط عنده أنه دائما أنت اللي تعرض عليه أو تاخذ خطوة تجاهها صح؟ ولكن الخطوة اللي أنت رح تاخذها في طاقة مختلفة ليس طاقة الماء اللي متعود عليها الشريك طاقة بورت السرطان الحنون الشاعري الهادئ اللي يسامح اللي قلبه كبير وما يهم من اللي ياخذ أول خطوة صح؟ فأنت هني كأنما الشريك يفكر أنه أنت متعمد الابتعاد عنه أو عدم المبادرة لأنه متعود أنه دائما هو يجلس في مكانه وأنت اللي تبادره ولكن أنت لا اللي أشوفه هني أنه مو قاعد حق في بالك أنه تتعمد تأذيه أو حتى الضايقة وأنه ما ابتديت تستطعم حلاوة النمو الشخصي أنه أنا من أكون كبرج السرطان بدون هذا الشخص في حياتي مو معناته أني أريد أن أبتعد عنه أو لا أفكر فيه أو ما أحبه أبداً ولكن ما الذي يعني أنه أنا أوازن نفسي أعرف أمسك العصى من النصف ولكن بطاقة التراب الخماسيات من دون أن أكثر العطاء كثرة العطاء نعود الناس مثل ما نقولك أنت تعود الناس أو تعلمهم كيف يعملونك وهذا اللي صاير يا برج السرطان كأنه هنا هو متفاجئ شريكك وما يعرف شلون رح يتعامل معك رح يتفاجئ بتغييراتك الإيجابية والنمو الشخصي على الصعيد الشخصي قاعد أتشوف هنا نموك بعيد عنه أو ما يخصه بشكل مباشر خلي نشوف عندي كرت العاشقين العاشقين هو كرت برج الجوزاء ممكن أنك تتعامل مع برج هوائي أو حتى ترابي هنا عندنا طاقة التراب ولكن دائماً هذه طاقة توأم الروح أو الشخص الثاني ممكن أيضاً هذا يكون بالنسبة لك أنت في هاي الطاقة ما بين الشيئين الجمع بين شيئين أنت في مرحلة انتقالية مثل ما قلت لك تعرف مرحلة النحت لما يكون عندنا قالب كبير ما في شكل ما في تعبير لأنه مجرد قالب أنت قاعد تنحت نفسك بنفسك خلال هاي الفترة قاعد تدخل في الشخص الجديد الشخصية الجديدة قاعد ترجع إلى نفسك ولكن مو أي نفس النفس القوية شخصيتك القوية قاعد ترجع لها قاعد توجد نفسك خطواتك في طريق غير طريق الحب حتى لو كنت متزوج حتى لو كنت مرتبط يمكن صار لك فترة طويلة إن دائماً مثلاً تسوي الأنشطة أو تدير البيت تدير العلاقة مع الزوجة ومع الشريك بطريقة إننا إحنا دائماً شركاء إحنا دائماً نسوي كل شيء مع بعض وأنا دائماً أرجع أرجع لشريكي في كل شيء قبل ما أخذ قرار هنا أشوفك لو أبتدت تاخد طاقة الاعتماد على النفس أنا من بدون شريكي لأن إذا ما أعرف أنا من بعيد عن هذا الشخص هاي اللي أنت تقولي يا برج السرطان إذا أنا ما أعرف أنا من بعيد عن هذا الشخص معناته ما أقدر أعطي اللي يتوقع مني معناته رح يظل مخضول هذا الإنسان صح؟ أوكي الشمس كرت برج الأسد رح تكبر شوف الشمس دائماً توضح الأمور عندنا أو معناته في طريق بينك وبين هذا الشخص اللي أنت حطه في بالك ولكن مو الطريق الاعتيادي بما معنى مو قلت لك أنت هناك في السابق دائماً تبادر ولكن لي أشوفه هنا لماذا هذا الشخص متأثأث ما قاعد ينظر إلى أي من المبادرات أو حتى يلقي نظرة أو يعترف بجهودك لأن تعود على هاي الشي فسلوكك هنا للطريق مختلف قاعد يوضح لهذا الشريك أو لهذا الشخص بشكل عام مكانتك في حياته ابتدى يشوفك أنت نفسك في ضوء جديد شفت لما يكون عندنا لوحة جميلة أو منحوطة معينة حطوناها في المعرض تحت أفضل إضاءة أنت هاي اللي مقبل عليه في المرحلة القادمة في نظر الشخص الثاني رح تصبح اللوحة المميزة أو الشخص المميز رح تصل في نظره إلى درجة من الكمال وينبهر حتى تكبر بعينه ولو إن كان متوقع أن دائماً أنت اللي راح تبادر ولكن هذا الشي تأكد اعتزازك بنفسك في الفترة القادمة رح يخليك تكبر بعينه الكارت اللي بعدها ملكة السيوف الملكة اللي تعرف تحط حد طاقة السيوف تقريباً هي عكس طاقة الماء طاقة الماء هي طاقة الإنسيابية اللي ما تحب المواجهة ولكن هني أنت قاعد تاخد طاقة وضع الحدود أرسم حدود صح؟ مو قلت لك أنت هنا تنحت هذا مستوى ثاني للقوة اللي أنت إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين رح تصل فيها في هاي العلاقة مع هذا الشخص هذا الشخص مو محتاج حب عطيت الكثير من الحب أنت هنا محتاج طاقة توضيح شمس وسيوف أحط لك حدود وأفهمك ونقعد مع بعض هذا هي طاقتك نعم كرت الشراكة عندي الشريك الغصنين رح يختار أن يدخل في العلاقة مثلاً لو هو اللي كان عنده هذي الطاقة رجل داخل العلاقة ورجل خارج العلاقة أوقات تكون بارد أوقات حار أوقات يقترب أوقات يبتعد لكن وجود طاقة ملكة السيوف عندك رح تخليه يلتزم يثبت مثل ما هالغصنين منغرسين في الأرض رح يثبت لأن الحقيقة اللي يحسها دائماً هذا الشخص كان دائماً يبحث عن شرارة فيك شرارة المواجهة شرارة الشجاعة شرارة التوضيح أنت أثبت له بما أنك هنا أثبت له وما أشوف هذا المشوار فهذا رح يشوفك فضوء جديد ورح يكون جداً متحمس أو منه ومن نفسه حتى يلتزم معاك ما ينظر منك أنت اللي تبادر هو اللي يلتزم من نفسه هذا هو اللي أنت إن شاء الله مقبل عليه مع الشريك خمسة الأكواب وداعاً للمرحلة المؤلمة وداعاً للمرحلة اللي أنا دائماً أطرق فيها الباب على هذا الشخص وما يجيب لا عجلة الحب تغير الوقت تغير الوقت اللي كان قوي أصبح ضعيف واللي كان ضعيف أصبح قوي تغيرت المعادلة بينك وبين هذا الشخص أو على وشك أن تتغير في الفترة القادمة اللي كانت له اليد العليا أصبح الحين هنا مستغرب لماذا برج السرطان ما يبادر أو ما يلحق وراي أو ما يسأل عني أنا متعود أن دائماً مثلاً أنت اللي تكون متواجد لأن أتشوف برج السرطان مو من الأبراج اللي يهتم في موضوع مثل الكرامة والكبرية لا من الأبراج المتواضعة فهذا الشخص فهمك غلط ولكن في الفترة القادمة رح يفهمك وجداً صح بما أنه عندنا كرت الشمس وهو كرت الوضوح الحقيقة رح يتضح له الجانب القوي منك الجانب الصارم منك رح يعجب في هذا الجانب ترى لا تخاف أنه مثلاً يهرب أو أي شيء لا بالعكس رح يقف منتصبين مكانه ثابت منغرس ويقول لك خلاص الحين لازم ناخذ فعلاً خطوات جادة لأنه تغير الوقت لأنه عرف أنه ابتدى يخسر سيطرة على الوضع اسلوب القديم ما عاد ينفع معك ويأتي بنتيجة لأنك خلاص تخطيت أنت هنا أشوفك في خمس الأكواب تخطيت المرحلة المؤلمة أو المرحلة اللي تنتظر فيها الشخص أن يقبل عرضك برج السرطان تشوفها في فترة القادمة توقف عن إرسال العروض تجاه الشريك حباً في نفسه التفاتة لنفسه دعنا نشوف إلى ماذا سيتطور الوضع خلال أسابيع القادمة بينكم هذا هو برج السرطان يعني أوقات بعض التغييرات اللي نقوم بها ممكن أثرها يكون سلبي مع الشريك ولكن التغييرات اللي أنت مقبل عليه يا برج السرطان جداً جميلة رح تكون طريقك المختصر إلى قلب وعقل هذا الشخص واحترامة حتى نشوف كارتك أنت تسعة الأخصان عدم الاستسلام الثبوت والصمود تقريباً مثل ملكة السيوف ثابت وصامد مصر على موقفك مصر على أنا واقف هنا أنت تقول أنا واقف هنا ما راح قلت لك ما راح أقدم عروض أكثر ما راح أرسل أي خطوات ما راح أقوم بأي خطوات حتى تجاهك خلاص انتهيت من المبادرات أنا واقف هنا إذا شعرت بالرغبة أنت تفضل عندي هنا واقف ورجع السرطان واقف وثابت دعنا نشوف الشريك ثلاثة السيوف الشريك جداً راح يكون راح يكون جداً مصطوم من طريقة تصرفك طرع عندك كويض طاقة هوائية هنا احتمال أنك تتعامل مع شخص هوائي وانعكست الطاقة ليش عندنا هنا عجلة تلحظ انعكس اللي كان فوق صار تحت واللي تحت صار فوق اللي كان يتعامل بأسلوب دائماً مائي ولا طيف أصبح الآن الشخص القوي في العلاقة واللي كان دائماً متعود أنه يحصل على كل شيء بالراحة أصبح مخذول ومصدوم أن شلون برج السرطان من وين أتت له هاي القوة والثقة يتصرف بهاي الطريقة ولكن قاعد أشوف في النهاية شوف ثلاثة السيوف هو ألم أو صدمة نعم ولكن الصدمة دائماً يأتي بعدها شفاء 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 لتوازن هذه العلاقة لطريقة تعاملك حتى على المدى الطويل أنت ما تبي تغييرات مؤقتة أنت تبي تغييرات تدوم مع هذا الشخص فحال الوقت يا برج السرطان أن نضع الأمور في نصابها الصحيح مع هذا الشرك اللي بالعكس رح يستقبل تغييراتك بكل احترام وتقدير وعندنا هنا رغبة في أن ينظم إليك عزيزي برج السرطان هذه كانت قراءة ترجمة نانسي قنقر